زهور الزينية أحواض أو أقواب صغيرة ونأخذ بذور الزينية ونقوم بزراعة البذور في هذه الأحواض الصغيرة لأن بذور الزينية تعتبر كبيرة لحد دماء ممكن نزرعها في الأحواض ونضع في كل حوض بذرتين حتى فيما لو ماتت واحدة الأخرى تعوض عنها يجب أن نحافظ على رطوبة التربة باستمرار حتى تظهر البذرة ونحرص على تعرضها إلى الشمس بعد ظهورها ولكن تكون شمس خفيفة ونحرص دائما على رطوبة التربة يجب أن تكون البذور في منطقة ضليلة نوعما تعرض للشمس لكن ضليلة نوعما البذور الزينية زراعة الزينية بالبذور سهلة جدا وناجحة أكثر من زراعتها بالشتلات يعني عندما نحضر الشتلات من المشتل ونزرعها في الحديقة تصاب بصدمة فتحترق عادة لكن البذور تنجح وتظهر سريعا وتسعدنا بمنظرها الجميع بعد أن تظهر الشتلات وتصبح بحجم معين ممكن أن ننقلها إلى الأحواض الحوض النهائي ونرتبها بطريقة معينة حتى تعمل نوع من المنظر الجميل إذا ظهرت الشتلات الصغيرة في الأحواض ولاحظنا أنه في تزاحم في الحوض نحن وضعنا في الأصل أحبتين وبذرتين في كل حوض لكن لو حدث أن حصل خطأ وكانت ثلاثة وأربع يجب أن نوزعها في أحواض أكثر حتى تسمح للبذرة أو الشتلة أن تنموه بشكل جيد وحتى لو كانت أثنتان ممكن أن نوزعها أكثر وهذا أفضل حتى كل واحدة تأخذ حجمها الطبيعي وتكبر بشكل صحي وجيد وتفصيصها يقوم بهذا الشكل نخرج الشتلات من الحوض ونحاول أن نفككها عن بعض بخفة وتكون التربة عادة لا تكون عطشانة ولا تكون مليئة بالماء يكون أسقيناها في اليوم السابق أو مثلا نفصصها في العصر ونكون أسقيناها في الصباح ونفرقها عن بعض بخفة وقليل نحاول أن نفرق الجذور ونهزها قليلا حتى تتفرق الجذور عن بعض بدون أن تتقطع ونضع كل شتلة في حوض هذه عملية سهلة تساعد أو تحفز الشتلات الصغيرة على النمو الجيد بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة وأصبحت الشتلات في حجم معقول نقوم بنقلها إلى الحوض النهائي نجهز الحوض النهائي بتربة خليط تربة جيد وهو عبارة عن بتموس ورمل وهذا الغالب ونضيف عليه سماد بقري القليل من السماد البقري والقليل من البرلع نخلطها مع بعض جيدا ونحاول أن نرش هذا الحوض ونسقيه كم مرة قبل أن نزرع فيه حتى يأخذ ويتجانس الخليط مع بعض ونقوم بنقل الشتلات واحدة والأخرى بترتيب في الحوض الأساسي يقوم بقلب الحوض وأخراج الشتلة وتكون الشتلة متماسكة وذلك لأن أنا أسقيتها في الصباح الباكر ونقلتها في العصر فهي متماسكة والحمد لله كان النقل سهل بدون أن تتقطع الجذوع لاحظوا الشتلات الآن تقريبا حوالي خمس ورقات في كل شتلة وحيانا ستة هذا الحجم المناسب للنقل نقوم بالضغط على أطراف الحوض ثم من الأسفل حتى نستطيع أن نخرج الشتلة بدون مشاكل نضع بعض المسافات بين الشتلات حتى نسمح لها بالنمو لاحقا من الجيد تحريك التربة وتهويتها نستمر في زراعة الشتلات حتى تنتهي كل الشتلات الموجودة عندنا ونعبي الحوض جيدا كل ما كان الحوض مليء كل ما أعطى منظر جمالي لاحظوا جمال الجذور وصحتها مهم أن يكون فيه مجموع جذري جيد لأنه ستتكل عليه لأنه نبتس لاحقا في توفير الغذاء إذا غرصنا الشتلة تكون في مستواها لا يكون أنزل بكثير ولا يكون أعلى من سطح التربة بكثير تكون متساوية مع سطح التربة في الحوض من المهم عند زراعة البذور للزينة أو غيرها أن نزرع في فترة المواسم مواسم الزراعة أي في الربيع والخريف فهذه الأوقات يكون الجو معتدل فتنجح زراعة البذور وكذلك نقل الشتلات نستمر في عملنا وترتيب الشتلات الآن انتهينا نقوم بسقايتها سقاية غزيرة السقية الأولى للأزهار يجب أن تكون غزيرة نبد الشتلات في صحة جيدة الزينيا ممكن يصل ارتفاعها إلى متر من 90 إلى متر هذا النوع الهادي في أنواع قزمية جميلة جدا في الأحواض وأخيرا تفتح أول زهور الزينيا زراعة الزهور من البذور حتى تصبح زهرة لها بهجة خاصة الزينيا يأتي منها المكبس ويأتي منها النوع العادي عندنا هنا النوع العادي أنا زرعت النوع العادي احتياجها من الماء يجب أن نتأكد من أن التربة سطح التربة قد نشف هي تحب يرد تربة الرطبة نوعا ما لكن يجب أن نترك السطح يكون جف بعض الشيء حتى لا يتسبب في عفل الجذور تحتاج الزينيا إلى سماد انبي كي متعادل كل أسبوعين مرة وإذا بدأت الأزهار بالظهور نعطيها سماد انبي كي عالي ألف سفور نأخذ ملعقة ممسوحة صغيرة ونخلطها مع لتر ماء ثم نسقيه في النباتات هذا السماد يحفزها على الإزهار أكثر الزينيا من أزهار القطف ممكن أن نقطفها من لقطة الآخر ونزين بها بيوتنا نستفيد منها لكن يجب أن نعلم من أين نقص الزهرة يجب أن نقص الزهرة من بداية الأفرع الجديدة من بداية انطلاق الأفرع الجديدة نقص من عندها يعني نصل نأخذ الساق كله وعندما نرى بداية فرع جديد نقص من فوقه مثل ما تلاحظون الآن ننزل تحت ونشاهد بداية أي فرع جديد نقص من فوقه جربوا زراعة الزينيا بالبذور ستنجحون بإذن الله جربوا زراعة الزيني إن ستنجحون الزين!". ستنجحون الزين للاحظون الزينيا real